قرابة المليوني قنطار هي كمية الانتاج السنوي لفاكهة التفاح هنا بولاية خنشلا انتاج وفير ذو جودة عالية حول المنطقة إلى قطب فلاحي خاص بهذه الشعبة ومقصدا للتجار من كل صوب عندنا مدة 4 سنين في سالب وحمام منطقة ولاد مريم راح نعملو نجنو في ثمار التفاح في الموسم نتاعو الخير عاك تشوف ربي بارك عطاه ربي الخير شريع التفاح أخدمه مليح سواء معقولة التفاح الدو قتعه مليح هو المخير التفاح تقبوح مهما تخنشلا هو المخير لا تعال خارج لا تعال بلدنا فبالرغم من النتائج الإيجابية المتقدمة المحققة في شعبة التفاح بالولاية إلى أن العديد من الفلاحين لا يزالون يدفعون ضريبة بعض النقائص لا سيما المتعلقة بنقص مياه السقي الفلاحي هو سوق لعرض منتجاتهم والطلبات نتعنا بالنسبة للسلطات دراسة أنجزت اللي راح يكون له أثر جد إيجابي على هذه الشعبة هناك مشروع اللي سيجسد بإذن الله في السنوات القادمة وهو دراسة إنجاز وتجهيز سوق بوحمامة للتفاح استخدامه التقنيات الحديثة في سقي التفاح سيساهم حتما في رفع مستوى الإنتاج ناهيك عن تبعات وقف الاستيراد ما من شأنه أن يساعد بتسويق المنتوج محليا وبأسعار معقولة تكون في متناول المستهلك ولما لا التوجه نحو التصدير